المواصفة هتلاقوا مكتوبة قدامكو انها اسمها بارز اللامون بدون فرن هي عبارة عن طبقتين طبقة عاملة زي التارت كده وطبقة تانية اللي هي الحشوة عاملة زي يعني بتبقى سائلة اكتر وعلى هتتحط فيه التلاجة بتمسك نفسها انا لما لقيت القلب الخصير ده قلت بس انا هعملها طبقات وهنشوف بقى ايه هتطلع ايه معنا يعني هعملها عكسة بعملها كل مرة كل مرة بعملها زي الباي كده زي التارت بتبقى جزء مجواف وجواء حشوة هعملها بطريقة مختلفة تعالوا نشوف الطبقة الخارجية اللي هي المسكة نفسها عبارة عن 3 اربع كباية شوفان نص كباية عين جمل كباية تمر ومعلقة زيت جزء هند اسفل طب الحشوة بقى بتاعتنا عبارة عن ايه كباية ونص كاشو منقوع فيه ميا وشايرينه من الميا معنا كمان نص كباية عصير لمون كباية بشر لمون ودي مهمة جدا جدا في الطعم معلقتين كبار عسل معلقة زيت جزء هند وفانيلا بصوا عشو ما تتلخبطوش كده ده جزء وده جزء تعالوا نبتزي بالجزء اللي ايه اللي هو مواد جفة التمر والشوفان وعين الجمل خلاص حالو زيت جوز الهند خلوه شوية نضرب الحاجات زي مع بعض ونعمل منها اول طبقة تبصوا عشان نمشي المحضر الطعام شوية بس عشان ايه ما تبقاش كل الحاجة جفة قوي كده هنحط زيت الجوز الهند عشان نختصر الوقت بس ويتضرب نبص بسا كده عايزيكم تشوفوا المنظر من جوا عامل ازاي الطمر ابتدى انه يتكسر مش عشفة مش باين صح اهو الطمر ابتدى يتكسر والشوفان ابتدى ايه يمسك فيه الطمر بقوا عاملين زي الرملة الخشنة كده لسه هديهم ضربتين كمان تعالوا نبص على اللي في الفورن الله بصوا على اللون اللذيذ تسببوا هتاخد وقتها كده نفيت اقول لكم على حاجة مهمة جدا بتفرق جدا في طعم الحلقة بتاع الليمون ده ايا كان بقى عملتو زي ما هنعملوا دلوقتي طبقات عملتو بارز بيفرق جدا تحميص الشوفان في الاول بيديله طعم حلو جدا بصوا بقى انا هعمل ايه انا هاخد راق كده اهو بصوا حط طبقه هنا خلاص بعدين ايه اهيه كده وازل تعالوا بقى هنشيل دي وهنحط بدلها ايه لسه معين احنا نستعمل بقى ايه المكونات نخلط وفي الخلاط هنحط ايه هنحط بقى الطبقة التانية كتابارة عن ايه كتابارة عن الكاشونات والعسل وبشر الليمون تعالوا طيب تعالوا نحط السوائل تحت الاول عشان نخلط يمشي معانا الليمون معانا الفانيلا زيت جوز الهند الكاشونات وبصوا هو انا جربت مرة السوداني بدل الكاشونات كان تعمه حلو بس كان تعم السوداني يباين ما كانش يعني كان مغطي على طعم الليمون بصراحه هاخد نص بشر الليمون احطه جوه بس مش كله والعسل وهضرب الحاجات زي مع بعضها هتطلع لي خليط كده اللونه ما بيد لزيز قبل هايزين ايا يا عم خالص خلاص هاخد بقى الخلاط اللذيز ده اهو بصوا انا هنا فكرة الفكرة اللي انا يعني غيرتها وانا شغالها دلوقتي هي الطبقات فانا ايه مهم جدا الجدار من فوق يبقى اهو باين الخليط خليط ستنلو تعالوا نجيب معلقة صغيرة كده بس اللي اللي فوق ده بس ما تسيبوش باقي ولا يعني فتفوتها منه في الخلاط لانه هو خليط سعره غالي لانه قائم على الايه الكاشونات بس ايه مهمة تبقى الطبقات باينة واخد شوية شوية ايه بشر لبون في النص اهو اخد شوية من الخليط اللي انا عملته ده تاني فوق كده مش هينفع بقى هنا نضغطه خلاص عارفين فكرة الترايفل اهو افكار بقى كده بس ايه بطرق صحية خلوا بالكم ده سعراته مش قليلة ففكرته مش في سعراته قليلة فكرته ان ده هيكفي خمس ستة افراد بالمرتاح وهيقوموا شبعانين جدا وما بيرفعش مستوى السكر في الدم زي اي حاجة معمولة ايه بدقيق ابيض وسكر والكلام ده اهو يا جماعة ده اختراع اختراع يستاهل التجربة بجد اهو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة